قبل اللحظات من الان انتهى المؤتمر الخاص بابل واللي اطلقوا بيه عدة منتجات من ضمنها الايفون 16 فتعارب بشكل ملخص ومختصر جدا نتعرف على هاي المنتجات اول منتج من شركة ابل هو الابل سيرياس 10 الساعة الجديدة مالتون ابرز التغيرات هي تصميم انحف من الجيل السابق شاشة اكبر الساعة هاي تحمل اكبر شاشة موجودة بكل ساعات ابل وزن اخف من الجيل السابق وايضا مصنوع من التيتانيو وايضا شحن اسرع راح تشحن تقريبا 80 بالمية خلال 30 دقيقة فقط بالنسبة للسعر هاي الساعة فراح يكون هوا 399 دولار للنسخة الاولى والنسخة الاعلى راح تكم سعر 499 دولار الحاجة السيئة انه البطارية هنا لازات نفس الشي تقريبا اقل من يوم ولازم تشحنها مرة ثانية وهها نقطة سلبية كلش كلش كبيرة بهاي الساعة المنتج الثاني هو الابل ايربود الاربود العادية بدون البرو او الماكس الاربود العادية واخيرا صراحة الموضوع يضحك ميزة الـ Active Noise Cancellation او ميزة الضوضاء الحي هذا الموضوع واخيرا تم اضافته مع هاي السماعة وراح يبدأ سعر هاي السماعة من 129 دولار هاي اهم شي ممكن نتكلم عليه بهاي السماعة الان نجي نتكلم عن الايفونات بالنسبة للآيفون 16 و 16 بلس مثل ما كان متوقع الآيفون 16 العادي شاشة 60 هرتز بحجم 6.1 انج الآيفون 16 بلس شاشة بحجم 6.7 انج وايضا بمعدل تعديل 60 هرتز اكبر نقطة سلبية ممكن تخلي هواي ناس ما يشترون هاي الجهزة هو معضوه 60 هرتز الخاص بالشاشة بالنسبة للمعالج 16 و 16 بلس راح يجوم مع معالج ابل الجديد البايونيك اي 18 مع معمارية 3 نانو متر بالاضافة انه هاي الجهزة كله السلسلة راح تجي مع الابل انتليجنز او الذكاء الاصطناعي الخاص بابل بصراحة الموضوع هذا بي اشياء حلوة هواي راح تكلم عن اهم هاي الاشياء الذكاء الاصطناعي مع الابل راح يشتغل باك على الصور وعلى النصوص وتعديلاتها لما تكتب نص او رسالة معينة ممكن تعدل سياقاتها اتخليها رسمية اتخليها فتشي خاص بدعوة event او ايا يكن المهم انه الذكاء الاصطناعي راح يعدلك هي بحسب اي سياق انت تريده مثلا قبل سنة او سنتين اخذت الصور ولكن ناسي متى اخذتها او وين اخذت هاي الصور فكل عليك تسوي بهاي الحالة تكتب وصف للمكان او الاشياء اللي كنت تسويها اثنان ما خذت الصور طبعا هذا الموضوع تكتب من خلال بحث في المعرض الخاص بالايفون والايفون باستخدام الذكاء الاصطناعي راح يشوف وينك وهذا الوصف وينك وهذا المكان ويطلع لك الصور الخاصة بهذا الوصف اللي انت كتبته بصراحة الموضوع كلش حلو لكن اكيد يبقى تجربة على ارض الواقع الشغلة الثالثة اللي همسح لك الصور المكررة هذا الموضوع ايضا حلو الشغلة الرابعة الرسالة هاي لكن باستخدام الذكاء الاصطناعي مع الابل فرح اطلع لك ملخص الرسالة او الشغلة المهمة الموجودة بالرسالة او موضوع الرسالة من خلال الاشعار اللي يوصلك بصراحة هاي النقطة كلش حلوة جا تفتر بالمدينة الايفون مالتكي بايدك وش بد مطعم عجبك لكن ما تعرف اي تفاصيل عنه ونجرد ما ترفع الموبايل وصور لقطة لهذا المطعم راح ينطيك كل التفاصيل خاصة بالمطعم يمتى يفتح المطعم يمتى ينسد المينيو اي معلومات خاصة بالمطعم راح ينطيكي ايها وبصراحة هذا الموضوع كلش حلو الشرعة الثانية الموجودة بالايفون 16 و 16 بلس هو كاميرا رئيسية جديدة بدقة 38 و 40 ميجابيكسل هتنطيك هاي الكاميرا امكانية تصوير بالفيديو 4K 60 فريم دولبي فيجين وايضا تصوير البورترائت بهذه الجهزة راح يكون 2X موضوع التصوير والبورترائت بالايفون يعتبر حاجة كلش مهمة لان هواينا سيأخذون الايفون على مدهة الميزة بالتحديد وايضا بحسب ما ذكروا بالمؤتمر اكو تحسنات على الموضوع الالعاب وتقريبا هاي اهمة التطورات الموجودة بالايفون 16 العادي و 16 بلس طبعا بكل تأكيد حزم البطارية راح يكون اكبر واداء الجهاز كبطارية راح يكون افضل اكيد ولكن تعرفون ابل هاي المعلومات ما تتكرر اثناء المؤتمر وبكل تأكيد من ضمن ميزات الذكاء الاصطناعي الخاص بابل طبعا كل اشياء الذكاء الاصطناعي لذكرتها هي تنطبق على كل هواتف هاي السلسلة العادي والبلاس والبرو والبرو ماكس نقطة سادسة او سابعة بذكاء الاصطناعي ما ذكرتها هو موضوع اللغات وترجمتها وهي الامور راح تكون متوفرة ايضا ولكن بصراحة فالشغلة كلش ما عجبني بالمؤتمر يعني خلال المؤتمر ذكره انه راح يضيفون لغات كثيرة من اليابانية والصينية وايضا جنوب افريقيا واوروبا لكن بصراحة يعني ما عرف ليش رغم انه العربي يشكلون نسبة كلش كبيرة يعني من مبيعات ابل بالايفون لكن رغم المستخدمين كثيرين للايفون بالدول العربية هما متجهلين ذكر اللغة العربية بالتحديد باليفنتات مالتهم وبصراحة اشوف هذا الشيء كلش ما حلو من الشركة الان خلالنا نتكلم عن البرو والبرو ماكس اقدر اقول ان البرو وبرو ماكس تقريبا اغلب التسريبات كانت صحيحة بشأن موضوع الشاشة البرو 6.3 انج 120 هرتز البرو موشين نفسها الجهاز الجهاز الثاني البرو ماكس 6.9 انج ايضا 120 هرتز فيعني ما اكو جديد مثل ما كان متوقع بالنسبة الى هاي الاجهزة اهم واقوى اشياء موجودة بهالاجهزة البرو والبرو ماكس هو تطوير الكاميرات عندك هنا راح يكون كاميرا اساسية نفسها هي 48 ميجا بيكسل ولكن صار بها امكان التسجيل فيديو 4K 120 فريم دولبي فيجين لكن هذا الخيار بالتحديد 4K 120 دولبي فيجين راح تقدر استجلى فقط اذا كنت رابط جهازك على او مسجل خارجي يعني لازم يكون عندك هارد خارجي رابطه عالجهاز على ما تقدر تسجل بهالدقة لان تاخذ حجم كلش كبير فحاليا خلوها فقط محدودة على اللي راكبون هارد خارجه على الايفون ولكن عندك 4K 120 فريم HDR راح تقدر الصورة بتقدام الايفون بشكل طبيعي جدا وبصراحة الموضوع يعتبر كلش 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 قوي لان نتكلم عن جهاز موبايل وحاليا راح يكون بيمكاكة تسجل فيديوهات بهالجودة وبهالدقة وبصراحة الموضوع راح يكون كلش رهيب والشغلة الثانية بالكاميرات عرسة الالترا واد بالبرو والبرو ماكس صارت 48 ميجابيكسل بكل تأكيد راح يكون بيها اداء كلش قوي لان بالجيل السابق كان يعتبر اداء قوي فحاليا راح يكون في شي خرافي بكل تأكيد والشغلة الثالثة من خلال تسجيل فيديو راح يكون عندك مثل مايك موجه على اشخاص لما نصور فيديو مجموعة اشخاص المايك راح يروح مع شخص اللي يتكلم او يركز عليه بشكل اكبر من الباقين هاي الميزة اعتقد شايفة بالنوت 20 ألترا فهنا شفت ايضا بهذا الجهاز بما انه هذا الجهاز يحمل الذكاء الاصطناعي فاعتقد راح تكون تطوره بشكل اكبر اعتقد نسي الشغلة مهمة جدا بها الاجهزة واللي هو صغير كلش واضح واللي هو زر الاكشن راح يكون موجود ب16 16 بلس والبرو والبرو ماكس كلهم راح يكون بهذا الزر هذا زر راح يكون بي اكثر من الشغلة اتشغل وطفي بي فلاش اذا رابط سيارتك على جهازك راح تدع تفتح بيه سيارتك ولكن وظيفة الكبرى راح تكون بالكاميرات تسوي بي زوم تقفل بيه الاكسبوجر تاخذ بيه صور فراح يكون به هواية حركات خاصة بتطبيق الكاميرا راح تكون موجودة بهذا الزر اعتقد هذه هي اهم الاشياء اللي تم ذكرها بمؤتمر ابل اكيد اكو بعض هواية اشياء ثانية ولكن اتكلم عن اهم الاشياء اللي تعتبر فعلا تغيرات جديدة بهاي الاجزة الجديدة كنتوا اياكم واني محمد اتمنى الفيديو نال اعجابكم خلوا لايك واشتركوا بالقناة هذا الموضوع اعتبر دعم جدا كبير بالنسبة علي انا محمد اشوفكم فيديو جاي